أنا أتمنى أن يكون هناك توافق ولتكن أرض مغاربية ولتكن أرض مغربية ولتكن... خلونا من تقتلوش على أراضي سحراوية وأهلها يعانوا من هذه الخصومات أيضاً خلونا تبنى أنظمة شعبية في هذه البلدان تاعنا وشعوبنا تتحرر بحق خاصة عندنا في الجزائر ثم تحل هذه الإشكالات لأن تكون هناك عقول واسعة مبدعة فاهمة وتكون هناك الأخوة وتكون هناك اللي تبني وما تهدمش أما أن يخرج سفيه مغربي ويقول حق تقرير المصير للشعب القبائلي طيب يخرج لك سفيه جزائري ويقول لك حق تقرير المصير للشعب الريف وكانت كاينة موجودة لفكرة الجمهورية في أيام عبد الكريم الخطابي أيضاً اللي قاتل من الجمهورية الريف قاتل الاستعمار الإسباني والفرنسي واجه أكثر من مليون ما بين الإسبان والفرنسيين ولولا أنهم بدأوا يضربوا بالكيمياوي كان منتصراً وهو زعيم مغاربي وليس مغربي فقط يجي سفيه جزائري ويقول لك نحن ثاني نطالبوا باستقلال الريف أو استقلال المنطقة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية خاصة المغرب كان محكوم بالاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني ومنطقة ومناطق أخرى مناطق مفتوحة من كانت طنجة إلى آخر مناطق دولية سيطرة دولية إلى آخر وما زالت أراضي مغربية عزيزة علينا سبتة ومليلة تحت الاستعمار الإسباني في الوقت اللي كان يجب هذا البلدين والشعبين يتعاونوا باش يحروا سبتة ومليلة لأنها أراضي مغربية ومغاربية نزيد وندخل في هذه الخصومات وندخل في هذه الانحراف من هنا أدعو القائمين على نظام الحكم في المغرب أن يراجعوا هذا الموقف وأن يستدعوا هذا السفير وأن يعلنوا أن هذا موقف لا يمثلهم لأنكم باختصار بسيط راحين تقدموا يعني راحين تخرجوا نظام العصابة من الكومة راحين تخرجوا نظام العصابة اللي راح يغرق في كل اتجاهات من الكومة وأكد لكم أن الليلة يضربوا الفوتكا والويسكي والشامبان وربما بعضهم ينوذ يرخص طبعا يضربوا يضربوا هذا الغبرات طول الوقت لأن مرة أخرى النظام المغربي يعطي فرصة للعصابة باش تعاود جمع روحها وبالنسبة للجزائريين ما يقبلوش هو أن المغرب الجزائريون قاتلوا ماتوا وقاتل معهم غربة وتوانسة باش تتحرر الجزائر اللي كانت جزء من فرنسة وكم نعتز كم نعتز بآلاف شهداء المغاربة وتوانسة وغيرهم اللي جاءوا من أماكن أخرى حتى من الغزلافيا ومن سوريا ومن العراق ومن مصر ومن حتى من روسيا وبعض الفرنسيين حتى اللي وقفوا مع الشعب الجزائري وقاتلوا معاها نعتز فما بالك بإخواننا المغاربة وتوانسة بشكل أساسي لكن إذا كان إشكالات ما هيش بها الطريقة راكم أعطيتوا السيروم لجسد إجرامي كان على بواب أن يترنح ويسقط وتدوسوا أقدام الجزائريين راكم قدمتوا فرصة استثنائية للعصابة هذه ربما مانيبيلاسيون كبيرة أسرة لكم لأن العصابة ذوش كانت تحوس ولذلك أنا أدعو القائمين السلطة المغربية القائمة نظام الحكم القائم أن يسحب هذا الكلام ثم يتعامل مع سفيره كما يريد أو سفيه لأن هذه فرصة خطيرة ومرة أخرى الآن في الثلاثة وستين لما كان هناك تحرك الحسن الثاني في اتجاه الحدود الجزائرية خرج بورقي خرج بن بلا وقال حقرون كانت هناك معركة قائمة بين الجزائريين ما بين من يريد دولة مدنية وما بين من يريد سيطرة العسكر جاء الحسن الثاني أعطاه فرصة للعسكر وبقاه مسيطرين في الآبع وتسعين ولعل قلتها من قبل لقيت مرة لقيت الحارس الخاص تاع السفير يقول لي السفير يحتاجك رامو قبيل يتحوس عليه كنت أنا وصلت على تسعة ونص أو صباح وهو السفير يصل مع السبعة عن تاع الصباح ينض بك فرحت أخير نعم سي محمد اسمها محمد سعيدي يضحك تحك كبيرة وطلب من السكرتير قال هجيبين نقهه يحط لنقهه وجلسنا قلت له فرحنا سي محمد لنشوف باللي رك فرحان قال لي الحسن الثاني دار خطع عمره ماذا دار كانت ما زال ما جاتش الأخبار بالتفاصيل على مواقع في في مراكش في فندق أسني أعتقد قال لي راهوا فرض الفيزا على الجزائريين وعلى لمن أصول جزائرية حتى لكان فرنساوي لكن أصله جزائري باش يدخل المغرب لازم تكون يكون فيزا وراه القيامة قائمة في المغرب وسببين الجزائر اللي هي اللي قامت بالعملية وجزائريين هم اللي قاموا بالعملية أنا قلت لبصح هذا سيء يعني اللي علاقات قال لي لا لا وش سيء يا رجل الجماعة متاعنا يقصد الجنرالات طبعا يومها كان نزار وكان قال لي هذا وش كانوا يستناهوا يحبوا يغخلقوا الحدود المغربية مع الجزائر لكن ما جاتوا مش فرصة جاتوا معيب خاصة افتحاد مغاربي وبناء اتحاد مغاربي لآخر قال لي دارك يغلقوا الحدود بعدها بيوم صدر قرار يغلقوا الحدود كان يعرف ما يحدث هذا ما كانش سفير عادي محمد سعيد رحمه الله هذا كان رئيس ديوان علي كافي لخلاف بوظياف بعد اغتياله من خمسة جويليا إلى أول فبراير خمسة جويليا 92 إلى أول فبراير 94 بعد أن تولى زروال الحكم يومها باسم رئيس الدولة إذن قال لي هذه غلطة عمرو الحسن الثاني وكنا نستنولوا فيها والجماعة كانوا يستنولوا فيها فأنا مرة أخرى من هنا حتى لا أغطي الأكثر ولعل أرجع إلى هذا الموضوع أقول القائمين على السلطة في المغرب اسحبوا هذا التصريح ولا تكرروه ولا تعيدوه لأنها سيؤدي إلى مزيد من التفتيت والتشتيت وأقل شيء سترد عليكم العصابة بدعم حركات انفصالية داخل المغرب ذاته وبدل مكان المغرب يجمع فيما يسميه الأقالم الجنوبية يصبح يبحث عن تجميع الأقالم الشمالية وكذلك الجزائر لا المغاربة ولا الجزائريين لا الأحرار يريدون تفتيت المنطقة ولا تفتيت البلدين ولا هو فقط هذا سيجلب الاستعمار والغزة لأن عندما تظهر حركة فيصالية أخرى وتكبر وتتكاثر يولي واحد مدعوم فرنسيا واحد روسيا واحد صينيا واحد أمريكيا وإلى آخره فأنا أدعو من هنا الحكومة المغربية أن تتراجع عن هذا الخطاب وأن ترفضوا وأن تقول من أنه كان خطأ لأن هذا سيدخل البلاد البلدين وربما سيعطي فرصة للجنرالات لكي يخوضوا حرب ويفجروا حرب ما بين الشعبين وما بين البلدين